بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله طالبات وطلاب الصف الثالث ثانوي وزادكم الله من فضله بإذن الله اليوم راح نكمل الفصل الثالث الانكسار والعدسات أخذنا الدرس الثاني العدسات المقعرة والمحدبة اليوم بإذن الله نكمل العدسات المحدبة ونتعرف على الهدف كيف تتكون الصور الحقيقية والخيالية في العدسات المحدبة نفس الشيء طريقة رسم هذه العدسات بالطريقة الهندسية المراجعة سريعة لما سبق سؤال من أسئلة مراجعة الفصل اللي هو درس ثلاثة واحد يقول لك السؤال حدد نوع العدسة واحد واثنين وثلاثة وأربعة واحد نوع العدسة نلاحظ أنها في الوسط أكثر سمكا من الأطراف ممتاز إذن العدسة نوعها ممتاز محدبة الثانية نلاحظ أنها في الأطراف أكثر سمكا من الوسط إذن تعتبر ممتاز عدسة مقعرة ثلاثة أي والسمك في الأوسط أكثر إذن عدسة محدبة أربعة السمك في الأطراف أكثر من الوسط إذن عدسة مقعرة سؤال آخر أيضا موجود في المراجعة في الشكل لدينا عدسة هوائية موضوعة في خزان ماء إذن هنا الزجاج المادة الداخلية داخلها تعتبر ماذا هواء إذن هنا عدسة ماذا هوائية ما هو التأثير هذه العدسة في أشيعة الضوح حيث أن موضوع داخلها وموضوع داخل ما إحنا قلنا هذا الشكل يعتبر عدسة ممتاز محدبة العدسة المحدبة ممتاز تجمع الضومتها إذا كان يحيط فيها وسط معامل انكسارها ممتاز أقل من معامل انكسار هذه العدسة لكن هنا في هذا السؤال نلاحظ أن مادة العدسة هواء والوسط المحيط فيها ماء إذن ما راح تجمع للأشيعة إذن سوف تقوم ممتاز بتشتيت وسوف تتباعد هذه الأشيعة ندخل على درسنا اليوم بإذن الله اللي هو العدسة المحدبة باخد طريقة ماذا؟ تحديد الصور المتكونة باستخدام العدسة المحدبة قبل ما أتعرف على هذه الصور نتذكر مع بعض أجزاء العدسة أو يعني نتعرف على مين أجزاء العدسة عندي من خلال الرسم هذه عدسة محدبة يوجد الـ F نتذكر مع بعضه ممتاز إذن الـ F اللي هي البؤرة كم بؤرة عندي؟ إذن يوجد في كل جانب من جوانب العدسة بؤرة إذن عندي واحد البؤرة اللي هي F ويوجد عندي في العدسة أيوة بؤرتين في كل جانب بؤرة واحدة أيضا إذن 2F وش بتكون؟ ضعف البعد البؤري ممتاز إذن 2F بتكون ضعف البعد البؤري فيه نقطة في منتصف العدسة تسمى مركز العدسة ممتاز إذن هنا منسميها مركز العدسة كان في المرايا النقطة شو نسميها؟ قطب المرآة لكن هنا منسميها مركز العدسة أيضا الخط الأصفر يقسم العدسة إلى نصفين مثل ما سمينا الخط الذي يقسم المرآة إلى نصفين وعامودي نفس الكلام هنا خط يقسم العدسة إلى نصفين وعامودي على هذه العدسة إذن نفس المسمى ونفس المصطلح إذن شو يسمى؟ محور ممتاز الرئيس إذن عندنا 2F نتذكر وشي 2F؟ ضعف البعد البؤري ممتاز أيضا يوجد المستوى الذي يحدث عنده الانكسار الكامل ويمر بمركز العدسة سميناه أمس الحصة الماضية أي مستوى الأساسي إذن المستوى الأساسي يمر وين؟ في مركز العدسة اللي هي النقطة وأيضا في طرفيها ويسمى المستوى الأساسي هذه المصطلحات مهمة لمعرفة كيف نحدد موقع وصفات الصورة في أي عدسة العدسة المحدبة ناخذ الأشعة كيف أرسم؟ إذن ناخذ الأشعة نتذكر هنا هذا الخط الأسود اللي يمر بمركز العدسة وطرفي العدسة سميناه مين؟ أي والمستوى الأساسي إذن هنا واضح أكثر وضوحة من الصورة اللي قبل اللي هو المستوى الأساسي ويمر في مركز العدسة وطرفيها ماذا يحدث عند هذا المستوى؟ ممتاز ينكسر الشعاع انكسارا كاملا مثل ما واضح في الصورة عند الأشعة التي نستخدمها لرسم حالة لصورة جسم أمام عدسة محدبة هنا بالأحمر الشعاع الأول نلاحظ اللي موجود بالأحمر كيف يسقط؟ موازي للمحور الرئيسي ممتاز وكيف ينكسر لما وصل إلى المستوى الأساسي انكسر ممتاز مارا بالإف إذن يسقط موازي ينكسر مار بالإف يلا نلاحظ الشعاع الثاني أيضا عكس الشعاع الأول ممتاز وينفذ من خلالها بدون انكسار إذن الشعاع الذي يمر بالمركز ينفذ من خلاله بدون انكسار عندما نرسم الحالات التكون الصور فقط نكتفي بشعاعين إذن شعاعين نقطة تقاطع هذين الشعاعين يحدد لي مكان الصورة وأيضاً أستنتج صفات هذه الصورة نستخدم مثل ما استخدمنا الحصة الماضية المعمل الافتراضي إذن لدراسة حالات تكون الصور في العدسات المحدبة بنستخدم المين المعمل الافتراضي أخذ لي أربع حالات ثلاث حالات تعطيني صور حقيقية والحالة الرابعة تعطيني صورة خيالية نبدأ مع المعمل الافتراضي إذن عندنا نتعرف في هذا المعمل حالات تكون الصور في العدسات المحدبة ما المقصود إذن ناخذ عدسة محدبة من المعمل سميكة في وسطها رقيقة في الأطراف في نقطتين على خط هذا المحور الرئيسي الأصفر النقطة الأولى ممتاز F الثانية إذن 2F إذن أيضا هنا F و 2F على جانبي العدسة الحالة الأولى الجسم يكون بعيد إذن أكثر من 2F إذن أكبر من ضعف البعد البوري يلا نقرب نقربها من الجسم ونضع الجسم على بعد أكثر من ضعف البعد البوري إذن أكثر من 2F لاحظ ما نقضع الجسم أكثر من 2F الشعال أول سقط موازي المحور الرئيسي كيف انكسر؟ مار بالبؤرة ممتاز الشعال الثاني سقط مار بالبؤرة انكسر موازي المحور الرئيسي إذن صفات الصورة ها مقلوبة أم لا معتدلة؟ ممتاز مقلوبة حقيقي أم لا خيالي؟ حقيقي لماذا حقيقي؟ لأن ما فيه امتدادات أشعة نتجت من نفس الأشعة ممتاز إذن حقيقي ومقلوب مكبر أم لا مصغر؟ واضح ممتاز أنها أصغر من الجسم إذن تسمى وتعتبر مصغرة موقعه موقع هذا الصورة على الـ F ولا بين الـ F واثنين F لاحظ بين النقطتين الأولى والثانية اللي هي بين مين ومين إذن؟ ممتاز بين الـ F واثنين F إذن موقع الصورة بين الـ F واثنين F إذن هذا المعمل يعطيني مماثل لما يحدث في الواقع هذه الحالة الأولى من حالات اللي هي الجسم على مسافة أكبر من ضعف البعد البؤري ندخل نقرب الجسم إذن وين بيكون؟ بأخذ الحالة الثانية بقرب الجسم إذن بقل المسافة بين العدسة والجسم وين بيكون؟ ممتاز مسافة تساوي إذن المسافة سوف تكون ماذا؟ تساوي ضعف البعد البؤري لما نقول تساوي معناها كم F ضعف البعد البؤري إذن 2F ممتاز إذن هنا منقرب العدسة من الجسم أو الجسم من العدسة نفس الكلام بحيث تقع الجسم اللي هو الأخضر السهم الأخضر على 2F أيوة هنا وقع مباشرة على 2F يلا نشوف الصورة هل هي مقلوبة؟ نعم هل هي حقيقية؟ نعم نفس الأشعة ممتاز طيب الطول إذا ما كانت مصغرة بدأت تكبر إذن أصبحت نفس طول الجسم إذن طول الصورة اللي متكونة في الجهة الأخرى من العدسة نفس طول الجسم موقعها إذن هذه F وهذه كم؟ ممتاز 2F إذن موقعها من نفس موقع الجسم اللي هو كم؟ 2F إذن هذه حالة الثانية من حالة تكون الصور شفناها في المعمل الافتراضي الجسم على مسافة تساوي ضعف البعد البؤري الحالة الثاثة شو بسوي أيضا؟ بقلل المسافة ممتاز إذن بنصير نقلل المسافة بتصير أيوة بين 2F والاف إذن سوف نقرب الجسم بتكون بين مين؟ ممتاز أقل من 2F وأكبر من الاف إذن بين F و 2F يلا نقرب مع بعض نقرب العدسة أي ونلاحظ الصورة ممتاز بدأت تكبر وتبتعد ها صفات الصورة إذن أصبحت أكبر ممتاز هل هي مقلوبة؟ نعم مقلوبة هل هي حقيقي؟ نعم حقيقي لأنها نفس الأشعة ولم يحدث لها امتداد إذن حقيقي مقلوب ومكبر ممتاز إذن حقيقي ومقلوب ومكبر موقعها هل هي على 2F أو أكبر من 2F ممتاز إذن تكون كلما الصورة زي ما قلنا بتعدت إذن أكبر من 2F تعتبر هذه الحالة الثالثة إذن أكبر من 2F هذه الحالة الثالثة لصورة جسم أمام عدسة محدبة جميع الثلاث حالات كلها صور ماذا؟ حقيقي أو خيالي؟ جميحة ممتاز صور ماذا؟ حقيقية يلا بدنا نقرب الجسم نلاحظ أول ما أضع الجسم عند الـ F أختفت الصورة فعلا إذن لم تظهر الصورة وبدأت الامتدادات تظهر إذن الصورة تنتج ممتاز خيالي إذن مباشرة ظهرت لي امتدادات الأشعة إذن الصورة هنا أصبحت ماذا؟ صورة خيالية متى؟ لما وضعنا الجسم بين الـ F ممتاز إذن لما وضعنا الجسم أقل من الـ F ممتاز إذن قربت الجسم إذن الحالة الرابعة الجسم أقل من F إذن أقل من البعد البؤري إذن بين الـ F ومين؟ والمرأة ممتاز إذن أقل من الـ F إذن يعتبر بين الـ F والمرأة تعتبر هذه الحالة الرابعة نجد تشوف صفات الصورة واضح أنها مكبرة ممتاز خيالي أو حقيقي امتدادات أشعة أم أشعة فعلا ممتاز إذن أشعة فرقتها لي وسولناها إيش امتدادات لهذه الأشعة موقع الصورة نفس الجسم ولا في الجهة المقابلة أي وممتاز إذن في نفس مين؟ الجانب الموجود فيه مين؟ الجسم إذن في نفس الجانب أخفضل من كلمة نفس موضع إذن نقول في نفس الجانب الموجود به الجسم أكثر دقة نجي تشوف صفات الصورة قلنا مكبر صحيح هل هي مقلوبة؟ لا ممتاز معتدلة هل هي حقيقية؟ ممتاز خيالي إذن خيالية ممتاز مثل ما شوفها الحين بالداخل المعمل خيالي ومعتدل ومكبر إذن هذه هي الحالة ماذا؟ الأخيرة من حالات العدسة المحدبة ثلاث حالات تعطيني حقيقية وحالة واحدة أعطتني صورة ماذا؟ خيالية نلخصها مع بعض ندخل مع بعض نتذكر مع بعض يلا الحالة الأولى الجسم وين وقع؟ أي وضع في البعد البؤري إذن يقع وين؟ ضعف في البعد البؤري نسويها نقدر نسويها في المعمل المدارس أو تقدر نسويها في البيت نحضر شمعة نضع مامها عدسة ونشوف إذن أضعها على مسافة أكبر من ضعف البعد البؤري أستقبل الصورة على حاجز إذن نستقبلها على حاجز مثل ورقة نلاحظ هنا ممتاز مقلوبة أو لا معتدلها؟ أي وواضح أنها ممتاز مقلوبة ومصغرة مقلوبة ومصغرة تكونت على حاجز إذن حقيقي ولا خيالي؟ ممتاز حقيقي تكونت مباشرة على حاجز إذن الحالة الأولى يلا نتذكر مع بعض الجسم وين؟ أي وفي المالة نهاية الصورة إذا كان الجسم في المالة نهاية الأشعة مباشرة تكون متوازية وين تتكون؟ أي وممتاز في البؤرة إذن الجسم في المالة نهاية مشابه للمرايا المقعرة في البؤرة صفات الصورة شفناها بالفيديو بالمعمل الافتراضي مصغر ولمكبر جسم بعيد إذن مصغر وحقيقي ومقلوب إذن أصغر ما يمكن في البؤرة نفس الحالة إذا كان الجسم أكبر من ضعف البعد البؤري ممتاز سويناها بالمعمل الافتراضي وسويناها أيوة بالتسجيل حقيقي مقلوب ومصغر موقعه إذا كان أكبر من ضعف البعد البؤري موقعه نلاحظ بين الاف واثنين اف كيف نرسمه الشعاع الأول نتذكر مع بعض يسقط موازي ممتاز كيف ينكسر عند المستوى الأساسي يبدأ الانكسار الكامل ينكسر مار بالبؤرة نيجي الشعاع الثاني يمر بالبؤرة ممتاز ثم ينكسر ممتاز موازي للمحور الرئيسي إذا الحالة الأولى في المالة نهاية الثانية خلف ضعف البعد البؤري أرض الثالثة سويناها بالمعمل الافتراضي ممتاز بتكون على مسافة 2F يلا نسوي هنا سجلناها أيضا بالمعمل بالفيديو صورناها هنا شمعة أمام عدسة محدبة طبعا دائما تصير الغرفة مظلمة عشان توضح ليه نشوف صورة الشمعة ممتاز واضح إنه مقلوبة وأيضا نفس الحجم ونفس ممتاز البعد إذن مقلوبة نفس الحجم ونفس البعد نرسمها الشعاع الأول موازي ممتاز ينكسر مار بالف إذن هنا حفظناها يمر بالف الشعاع الثاني ينكسر ممتاز موازي المحور الرئيسي وين يقع الجسم؟ على 2F ممتاز الصورة أيضا على 2F حقيقي ولا خيالي؟ ممتاز الشعاع إذن بدون امتدادات إذن الشعاع حقيقية إذن الصورة حقيقية وفعلا شفناها لما كونناها على الحاجز مقلوبة ولا معتدلة؟ ممتاز مقلوبة ونفس الطول إذن مقلوبة ونفس الطول تعتبر هذه الحالة الثانية في المعمل الافتراضي ممتاز نتذكر مع بعض الحالة الثالثة الحالة الثانية على 2F الثالثة قلتك المالي بقرب الجسم إذن بيكون بين 2F والF ممتاز إذن الحالة الثالثة بين مين الF و2F نشوف هنا المفروض شو تكون الصورة؟ شفناها بالمعمل مكبر ممتاز المفروض تكون الصورة مكبرة مقلوب ولا معتدل؟ أيضا ممتاز مقلوبة فعلا هنا الصورة أكبر إذن صورة الشمعة على الحاجز أصبحت أكبر من صورة الشمعة الحقيقية وأيضا بشكل ممتاز مقلوب هذه الحالة الثالثة يلا نرتبها مع بعض إذن هذه بالنسبة للمين للحالة رقم كم؟ ثلاثة الجسم بين الF و2F وين كانت الصورة؟ وين كانت الصورة ممتاز خلف 2F إذن ثلاثة مكان الصورة والجسم عكس بعض إذن واحد وثلاثة أيوة نلاحظ أن مكان الجسم والصورة متعاكس فهذا يسهل لي حتى في عملية الحفظ يلا نعيد الجسم وين؟ هنا 2F وهذا الF إذن الجسم بينه ممتاز بين الF عفوا و2F إذن بين الF و2F موقع الصورة خلفها أيوة أكبر من 2F أكبر من كم؟ من 2F نعدلها هنا إذن هنا بين الF و2F كنا نسميها السي اللي هي مضاعف ل2F موقع الصورة أكبر من ضعف البعد البؤري إذن أكبر من مين؟ أيوة أكبر من ممتاز أكبر من 2F الصورة ممتاز حقيقي ومقلوب ومكبر ندخل على الحالة الخيالية إذن هنا مننتقل إلى مين؟ إلى الحالة إيش؟ الخيالية الحالة الخيالية قربت الجسم أكثر من أيوة أكثر من الF ممتاز أكثر من الF يعني بين المين الجسم؟ هذا الجسم بين الأيش أيوة وبين الF والمرأة الجسم بين الF والمرأة حصلنا على لم تتجمع الأشعة بل إيش؟ امتدادات وهي اللي تتجمعت وبالتالي الصورة خيالية ممتازة الصورة ماذا؟ خيالية ولا يمكن نجمعها على حاجز ولا يمكن نجمعها على ماذا؟ على الحاجز إذن موقع الجسم بين العدسة المحدبة والF مشابه لمن المرأة المقعرة موقع الصورة هل هو في نفس الجسم؟ ممتاز إذن في نفس الجسم صفات الصورة أيوة خيالي ممتاز ومعتدل ومكبر نلخصها مع بعض يلا نحطها تحت بعض علشان نتذكر مع بعض اللي هي حالات تكون الصور في وين؟ بالعدسات المحدبة الحالة الأولى الجسم وين؟ هل هو على الـ 2F خلف 2F ممتاز إذن خلف 2F الصورة بين الـ و2F ممتاز إذن خلف 2F إذن أكبر من ضعف البعد البوري صفات الصورة حقيقية ومقلوبة ومصغرة الحالة الثانية يلا كل ما ليقرب الجسم بضعها وين؟ ممتاز بضعها على 2F إذن الصورة ممتاز نفس المكان إذن على 2F صفاتها إذن نفس الطول وحقيقي ومقلوب الحالة الثالثة أقرب أكثر شوي أيوة بين الـ ف و2F إذن أكثر من البورة وأقل من ضعف البعد البوري الصفات الصورة ممتاز حقيقي ممتاز حقيقي أيوة ومقلوب وكبرت أيوة أصبحت أكبر كانت نفس الطول ثم أصبحت ممتاز مكبرة إذن في البداية مصدرة ثم أصبحت نفس الطول ثم أصبحت هنا في الحالة الثالثة أكبر إذن هذه الحالة من رقم؟ ثلاثة جميع الثلاث حالات تعتبر صور حقيقي ولا خيالي؟ ممتاز تعتبر صور ماذا؟ حقيقية ندخل على الصورة الخيالية نتذكرها مع بعض وين كان الجسم؟ أيوة أصغر من الإف إذن بين البؤرة والعدسة ممتاز إذن بين البؤرة والعدسة ومثل ما قلنا العدسة المحدبة تذكرنا حالاتها بأي مرأة؟ ممتاز المرأة المقاعرة لأخذناها الفصل السابق موقع الصورة هل هو في نفس الاتجاه الجسم ولا في الجانب الآخر؟ ممتاز إذن جميع الثلاث حالات الأولى والثاني والثالثة في الجانب الآخر لكن الصورة الخيالية أصبحت أيوة أصبحت في نفس جانب الجسم في نفس الجانب وليس على نفس الموضع في نفس ماذا؟ الجانب صفاتها خيالية ممتاز ومعتدلة ومكبرة هنا هذا إذن أهدف الأساسي أن نعرف أيوة نتعرف على مكان الصورة ومكان الجسم لما نأجي أطبق نأخذ نفس الأفكار عندي أسئلة نفس أفكار التحصيلي عندي الأسئلة هنا نفس الأفكار التحصيلي علشان أعرف ماذا؟ كيف وين مكان الصورة؟ نجي نشوف السؤال الأول مهم عندك إذن ما رح يجيني مباشرة إذا كان الجسم خلف 2F وين بيكون؟ هذا السؤال مباشر نجي تطبيق والتطبيق سهل تماماً ومنقدر نطبقاه الحين مع بعض عدسة محدبة بعدها البؤري 10 سانتي إذن شو رمز البعد البؤري؟ ممتاز F إذن كم 2F؟ ممتاز 20 إذن على طول 2F 20 سانتي ونوضع الجسم على بعد 24 ممتاز هنا 24 و20 الجسم موضوع على بعد كم؟ 24 إذن خلف 2F أو أصغر من 2F؟ ممتاز خلف 2F مباشرة خلف 2F وين بتتكون الصورة؟ ممتاز إذن بين البؤرة و2F وش صفاتها؟ خلف مباشر إذن صغيرة ممتاز ومين؟ إذن الصورة بتكون بين F و2F وأيضاً وأيضاً عندي إيش؟ إذن بين البؤرة وضعف البعد البؤري صفاتها؟ إذن هذه الفكرة الأساسية اللي يسألون فيها في التطبيق صفاتها؟ شكو قلنا؟ مصغرة ولا مكبرة؟ ممتاز مصغرة حقيقي ومقلوب ممتاز إذن عندي إيش؟ مصغرة وحقيقية وماذا؟ ومقلوبة نشوف الرسمة نذكرها مع بعض أيوة ممتاز إذن هذا خلف 2F أصبحت ماذا؟ أيوة بين 2F والF حقيقي مقلوب ومصغر نجي نشوف فكرة ثانية للسؤال مثلاً عندي عدسة محدبة نفس الكلام بعدها البؤري إذن F عشرة وضع الجسم أمامها على بعد 15 2F كم يصير؟ 20 الآن وين حطينا الجسم؟ أيوة 15 ها إذن الجسم خلف 2F أكثر من 2F ممتاز لا أقل إذن بين 2F والF إذن هذه أي حالة؟ ممتاز الحالة الثالثة خلاص على طول الحالة من الثالثة؟ عكس الحالة الأولى أيوة عكس الحالة الأولى إذن الجسر الصورة بتتكون وين؟ خلف أيوة ضعف البعد البؤري إذن تكون خلف ضعف البعد البؤري صفاتها قربنا الجسم أيوة مكبر ممتاز وحقيقي وأيضا مقلوب حقيقي مباشرة ومقلوب أكبر من 2F شوف الرسمة نتأكد من كلامنا إذن فعلا الجسم بين الF و 2F أصبحت أيوة اللي سويناها بالمعمل الافتراضي ممتاز خلف 2F حقيقي ومقلوب ومكبر أيضا في سؤال في أسئلة المراجعة نحلها مع بعض يقول لك السؤال تستخدم العدسات المكبرة عادة لتكوين صور أكبر من الأجسام هي اسمها عدسات مكبرة هي عدسات المحدبة تكون لصور مكبرة ممتاز لكنها أيضا يمكن أن تكون مصغرة أصغر يلا نتذكر مع بعض متى كانت مصغرة أصغر عندما كان الجسم أقل من 2F ولا أكبر من 2F مصغرة ممتاز أكبر من 2F إذن عندما يكون الجسم أكبر من 2F تكون الصورة أيوة تكون الصورة إذن عندنا هنا إذا كان الجسم أكبر على مسافة أكبر من ضعف البعد البوري تكون الصورة مصغرة طيب إذا متى تكون مكبرة ممتاز إذا كانت المسافة ممتاز إذن هنا إيش أقل أيوة أقل من ضعف البعد البوري تكون مصغرة إذا متى مساوية ممتاز إذا كانت على مسافة تساوي ضعف البعد البوري هنا نكملنا حالات تكون الصور في العدسات المحدبة نلقاكم بإذن الله الحصة القادمة في العدسات المقعرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته